رح يكون بإيدك خلينا نقول أسلحة أدلة رح يكون في بإيدك كل المؤهلات لأنك تنتصر رح تحقق في أوهام كانت موجودة مش أوهام مخاوف عندك ولكن رح تنتهي هاي المخاوف نتيجة لأسرار رح تطلع لك مش أنت اللي أسرارك رح تطلع لأ أسرار الآخرين في أسرار من حواليك عم تكتشفها ولذلك يعني عم تنتصر على هذا الموضوع في كان عندك مخاوف هواجس معينة ولكن بشوف أنك عم تقضي على هذا الموضوع لأن الأمور رح تبين قدامك رح توضح الأمور فعم تنتهي هاي الطاقة عندك طاقة الأوهام أو المخاوف أو كذا آآ خلص رح تكون آآ مرتاحة أكتر لأنك بتكون خلاص عرفة كل شي خلينا أول شي نفتح بشكل عام بعدين بنشوف العاطفة شو مخبيت لنا شايفيتك يا برج الجوزاء يعني مش عارفة معظم الأبراج عم بتكون كثير عندها توتر كثير عندها لسه مش راسع على بر أول فترة بتكون عم تشتغل كثير ولكن ما في حدا ما في مين يقدر على جميع الأصيدة عم تشتغل كثير عم بتكون يعني بتطور حالك عم تعمل خاصة في العمل ولكن ما عم تلقى نتيجة هذا رح يكون سبب في أنك تبحث على آآ عن عمل جديد شايفتك شايف فيه أشخاص عم يمسلوا عليك الحب عم يمسلوا عليك أنه هم بدهم مصلحتك ولكن العكس صحيح آخ بهاي الفترة يا جوزاء رح تكون يعني رح تعيش كل الفصول زي ما بقولوها طلع عندك كرتين اللي هم جميع الفصول هون صيف شتا هون خريف سبتمبر رح تشهد خلينا نقول مشاعر من كل الأنواع يعني زي تناقضات زي فيه أمور رح تكشفها رح يكون في عندك اللي هو من يعني كيف بيكون عندنا الفصول الأربعة مختلفة تماما عن بعض بما أنه بالشهر هذا اللي عم نحكي عنه فيه أربع أسابيع ممكن نقسمهم يعني هذا اللي أنا بفهمه من الكروت ممكن نقسمهم أنه كل أسبوع رح يكون شكله غير عن الثاني تماما فرح تبلشها فيه يعني الوضع رح يكون مقلوب رح تحس أنه الأمور عم تمشي لضدك ولكن في يعني بالأسبوع الثاني وبعدين بالفترة اللي بعد الأسبوع الثاني اللي هي الأسبوع الثالث والرابع رح يكون لأ العكس تماما رح يكون فيه عندك يمكن فرصة عمل جديدة فيه عندك ترقية في العمل نفسه ولكن أنا يعني بحس أنه كتير من الجوزاء عم بيغيروا عملهم كمان عم بتحاول تعرف شو ليش هاي الأمور بتصير ليش التقلبات بتصير طول الوقت رح تكون تفكر بهذا الموضوع أنا بقول لك ما تفكر خلص يعني انشي في الأمور وما تفكر لأنه نهايتها سعادة مبين عندي يعني السعادة طاغية على الكروت فمبين أنه بالعكس اللي بدك إياه رح يصير من ناحية العمل والمال شايفي فيه خير كتير جاي عالطريق ولكن بدها صبر أول شي بدنا نصبر وبدنا فأنا بشوف فيه عندك يعني شكل هذا الشهر ما بيشبه بعضه كل فترة من هذا الشهر عم بتحس بتناقض بكزا آآ من أقصى الممكن تكون سلبية لأقصى الإيجابية من أقصى الإيجابية لأقصى السلبية ولكن الأمور كلها عم تمشي لمصلحتك لأنه الكروت طلعت مش مقلوبة الكروت يعني واقفة فأنا بشوف لا الموضوع عم بمشي لمصلحتك آآ شايفي هون شايفي هون انك انت عم تحصل على شي عم آآ بتجمع يمكن فلوس عم بتكون الحياة وردية آخر الفترة آآ هون انا شايفي كمان قصر او بيت ممكن يكون بيت الزوجية او رح يتغير سكن ممكن تكون انت بتفكر بسكن اكبر او سكن فأنا شايفي هذا السكن الجديد كتير رح يرحك آآ نفسيا عم بتفكر بسكن جديد عم بتفكر حتى الفيل بعض منكم عم بيفكر تغيير البلد كلها او المدينة نفسها ففي تغيير انا شايفي على هذا الصعيد هاي الكروت مشكلتها ما بتقبع في هذا الكرت بشوف انه انت عم تغفر لناس ازوك ولكن من جوا ما عم تنسى عم بتحاول تطلق آآ طاقة يعني ايجابية ناحية هدول الاشخاص يمكن عشان تحصل على طاقة ايجابية وهذا اشي صحيح مية بالمية آآ آآ عم تخفي طاقة الغضب عم بتكون فاهم معظم الاشخاص اللي حواليك ولكن آآ آآ عم تعمل يعني كتمان على هاي الامور بشكل عام عم بتكتم على مشاريعك المستقبلية شايفيتك كمان آآ آآ مثل جذاب كتير عم بتكون هاي الفترة عم بتشد الجنس الاخر بشكل آآ رهيب آآ آآ شايفي في نصر في انتصار في تحضير لانتصار ممكن يكون ممكن الانتصار ما يكون بهذا الشهر لانا شايفي انا يعني بداية او آآ بشائر خير في هذا الموضوع فيه موضوع انت عم تستنى يا عمل جديد يا علاقة عاطفية يا زواج آآ ممكن يكون زواج لانه في النهاية فيه برضو طلع عنا نفس القصر او نفس البيت اللي موجود في الكرت اللي بجنبه في هذا الكرت عم بشوف فيه نوع من العدائية حواليك ناس آآ بيحاولوا انهم يعادوك بيحاولوا انهم يضروا آآ فيك اكتر اشي ممكن يكون على صعيد اجتماعي اقارب آآ عمل فيه ناس عم بتحاول توقعك ولكن لا انت فاهم كل الموضوع وما عم يأسر هذا الاشي على مستقبلك او على آآ يمكن دول الاشخاص عم يتواصلوا مع ناس آآ واصلين يمكن آآ مع المدير نفسه يمكن يكون هو المدير اللي انا عم بحكي عنه ولكن بشوفك يعني عم تطلع للناحية التانية عم تهمش الكل عم آآ يعني شاي يعني عامل حالك مش شايف شي ولكن انت فاهم كل الموضوع هون بشوف وفرة مالية بشكل عام مش بس آآ لك ممكن تمتد لاجيال شايفي في عندك نجاح في العمل آآ مش بس بس بهذا الشهر بكل الاشهر الجاي آآ خلينا نقول لمدة آآ سنة بعد سنة بنفتح بنشوف شو فيه آآ يعني بتمتد هاي الطاقة هادا الكرت لأكتر من شهر لشهر آآ آآ بتشوف انك الحق اكتر تركيزك على آآ آآ اطفالك اذا كان اذا كنت متزوج او على يعني اخوي يكونوا اصغر منك او آآ عم تعطف عليهم عم آآ يعني عم هذا الوفرة المالية عم بحس فيها اللي حواليك مش بس انت يعني عم تكون كريم عم تفكر بغيرك اكتر آآ من حالك آآ شايف فيه تقدم من ناحية المال آآ هون شايف انه شو فيه برج الجوزاء هادا الكرت كتير حلو آآ فيه امور كانت فيه في الماضي في آخر الاشهر اللي مضيت آآ فيه موضوع كنت استناه كتير 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 حسيت انه معجد انه يصير ولكن هو عم يتحقق شوي شوي وانت مش عارف يعني عم يتحقق بالتدريج النتيجة رح تشوفها قريبا بما انه فاتحين على هذا الشهر فالنتيجة ان شاء الله بتشوفها هذا الشهر خلينا نفتح عاطفيا لبرج الجوزاء شو فيه عاطفيا لهذا الشهر خلينا نحن من اشياء چLo انا اصلا بماسكة الكروت بالمقلوب مش عارفة لاشي. بينت لنا العلاقة الثلاثية لسه ما كملنا الورق وبينت بكارتين في شيء. في علاقة ثلاثية عم بتكون كتير واضحة. شايفي عندك يا برج الجوزاء للأسف في عندك مشكلة بتاكر القلب ممكن تكون فعلا حقيقية يعني ممكن تكون اللي هي طاقات سلبية سحر عين حسد ممكن تكون من ناحية معنوية قلبك مجروحة كتير عم بتحس اه بالغدر عم عم تستنى كارمة معينة عم بتكون كمان في البعض منكم مش حاقد يعني فيه طاقة غضب كبيرة يعني جوه قلبك مخليها. نتيجة طبعا ممكن تكون علاقة ثلاثية او اي عائق في هاي العلاقة. خلينا ناخد كرتين كرتين. كل كرت ايش فيه? في هاد الكرت كتير مهم طفالنا الشمعة فخلينا نشوف ايش هو? اه شايفي فيه هون انتصار في العلاقة العاطفية شايفي فيه طبعا القراءات العاطفية حبايبي يعني كل برج عن بعيدها ممكن تكون اه عكسية. شايفي انه اللي عمل غلط في العلاقة مهما كان انت او الطرف الثاني عم ياخد جزاؤه. فانت اه على الاغلب كنت عم تحلم باشياء كنت بتحسها انه مستحيلة كنت بخيالك تفكر اه بهاي الاحلام الوردية ولكن عم بتتوج يعني عم بتتحول لحقائق هاي الامور. كمان شايفي فيه قرار مهم رح تتخذه في الحياة العاطفية. هاد القرار انا بشوفه اكتر اللي هو اه تقارب والتقاء وتطور للعلاقة اكتر من انه بعد. هلا الناس اللي كتير مشاكل وللمتزوجين اه اللي كترة المشاكل اه بناتهم اخر فترة في احتمالي ياخد اه قرار برج الجوزاء بالطلاء بي اه او اني فكر بالموضوع او الطرف الثاني عم بيفكر بالموضوع ولكن بهذا الشهر ما فيه يعني ما فيه اللي هو طلاء او انفصال او كزا. وللمرتبط لين نفس الشي. عم بشوفك بتحقق خلينا نقول اه كل امنياتك كان في عندك اه امنيات ممكن تكون صغيرة اللي هو انت من النوع القنوع يعني اه بتقتنع وبتكون سعيد باصغر الاشياء بتعرف كيف تستمتع في الحياة برج الجوزاء اه مع انه البعض يعني بيقولولي انه حظهم اه قليل من برج الجوزاء بس انا بشوف مع الوقت مع الصبر اه عم تتحقق اه مش شغلة كبيرة ولكن عشان توصل لهاي الشغلة الكبيرة عم بيصير فيه احداث عم تتحسن اول باول وعم توصلك اخبار بتفرحك بما انه فتحنا العاطفة اه رح يعني تكتشف انه الحبيب فعلا بيحبك اه كل الحب في نهاية لعلاقة ثلاثية فكرتين اه شايفيتك عم تتحدى عم اه يعني من بعد اه خلينا نقول تعلق اه كبير فيه وتفكير طول الوقت وتعب نفسي طول الوقت اه ومجاهدة يعني في الموضوع شايفيتك كتير تعبان بالعلاقة العاطفية كنت اه فيه شي رابطك في الموضوع اه اما تفكيرك او الادمان على الشخص التاني فيه اشي يعني ما عم بيخليك او انه انت مترابط معه اه روحيا بطريقة رهيبة فما عم تقدر تنسى هذا الموضوع ممكن القراءة تكون عكسية وممكن الطرف التاني عم بيخس اه بهذا الموضوع هون كمان عم بشوفك تترك العلاقة الثلاثية ليش عم بقول انه تترك العلاقة الثلاثية لانه النصر والتحقيق جميع الامنيات اجت بجنب العلاقة الثلاثية فانت اكيد يعني بدك تكون تخلص من العلاقة الثلاثية وفيه انتصار بهذا الموضوع عم تنتهي العلاقة الثلاثية او على يعني على مشارف هذا الموضوع على مشارف الانتهاء رح تكون شايفي فيه ناس كتير غدروك كتير اه تحملتهم كتير اه فيه ظلم كبير كبير لبرج الجوزاء بالفترات الماضية ولكن هذا اجاب جنب كرت النصر فانت رح تنتصر كمان على هدول الاشخاص في عندك انتصارات كتير هاي الفترى يا برج الجوزاء ولكن رح تكتشف غدر معين من اشخاص خلينا نقول اه مش بالعلاقة العاطفية هون بشوفها اكتر من الاقارب من زملاء العمل عم تنغدر منهم وعم بتحقق برضو هون انتصار ما بعرف عندك كتير انتصارات ولكن من بعد تعب من بعد تشويش من بعد عناء وكأنك رح تحصل على الشغلة ولكن يعني بتعب بجهد اذا عاطفيا بشكل عام بشوف انه انتهاء فيه للعلاقة الثلاثية او بداية لانتهاء هذا الموضوع شوي شوي عم يختفي اه بشوفك ممكن انه تتأخر امورك في العلاقة العاطفية نتيجة ممكن يكون طاقة سلبية موجودة عندك اه ذكرناها لانه الكرت هون طلع مقلوب تاكر القلب عم بشوف اه عندك امتصار على اكتر من شكل على اكتر من نوع الطاقات اه هي مائية بامتياز اه عم تكون ترابية وعم بتكون هوائية ازا هادا كان لبرج الجوزاء طيب خلينا نشوف ازا فيه نصيحة او اي شي من من الاوراق لبرج الجوزاء بيقولك انه تشارك همومك مع الثانين ما تضلك هاكل الهم لحالك وكأنك حامل حمول الدنيا كلياتها ومكتم ما بدك تقول لحد عن مشاعرك ما بدك هلأ ممكن تفضفض للناس اللي كتير قريبين منك ما بنصحك تفضفض للناس اللي هما زملاء العمل وكذا لا يعني شخص من العائلة شخص موثوق في مية بالمية ممكن انك تستعين فيه عم بشوف عندك كبرياء عالي يعني ما بدك انه حدا يعرف انك انت مكسور او انت شوي تعبان او كذا هذا الكرت عم بيقولك لا يعني اعمل شيرين في هذا الموضوع شارك هذا الموضوع مع المقربين بيخفف عنك اكتر كمان اطلب المساعدة يعني مش يعني برج الجوزاء ما بطلب المساعدة بسهولة من حدا يعني دائما باعتمد على نفسه حتى لو كان مش قادر بيظله معتمد على نفسه بيقولك يعني خفف من هذا الموضوع استعين بالاشخاص لانه يعني الاشخاص ممكن يساعدوك في تحقيق امنيتك في او يخففوا عنك فبس بيقولك اترك الاشخاص العادة او شوي يعني يخفف منها لهذا الموضوع